عبر المبعوث الأممي عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ منذ ثاني من أبريل الماضي بعد انتهاء سرايانها مؤكداً أن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد هامة إضافية لليمنيين ولتفادي التصعيد في أعمال العنف دعا جرودنبرغ الأطراف اليمنية إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفسازات قائلاً إن اليمنيين يحتاجون إلى إنهاء النزاع من خلال عملية سياسية شاملة وتسوية متفاوض عليها في غضون ذلك تسعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تمديد الهدنة لنصف عام آخر لتخفيف الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد بسبب الحرب ومحاولة بدء مشاورات من أجل عملية سلام دائمة فيما جدد الرئيس اليمني رشاد العالمي التزام حكومته بنهج السلام العادل والمستدام على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً وخصوصاً القرار 2216 شكراً للمشاهدة